الجزيات التانية اللي انا عاوز اتكلم فيها تراجع رئيس الزمالي تراجع رئيس الزمالي يا ام عاوز تسميه حنف يسميه حنف ده موضوع انه بيقول كتير وبيرجع فالاسم ده جمهور النادي الاهلي وجمهور الزماليك بيقولو عليه طب هو تراجع فيه عمب المعاطي تراجع في امرين مهمين جدا اول امر قالك انا عامل مؤتمر لشرح فساد اللجنة الولمبية يوم السبت ثم تراجع وقال خلوه الحد واجي النهاردة بالليل السبت قالك بلاش الحد كمان ليه قالك خليها بعد مباراة الزماليك واسموحها يا عم الحاج ده انت كنت بتقولوش تلعب مباراة سموح لو السماء اتطبط على الارض وفوق يا جنين وفوق يا فضل وفوق يا مش عارف مين وكذا والهيصة دي والهيصة دي هيلعب دلوقتي مباراة سموحة في كاس مصر يوم لتنين وفي نفس الوقت قال لهم تأجيل المؤتمر الرد على اللجنة الولمبية ليه يا عم هو انت بتأجيله ليه مش انت شايف ان الناس دي عندها فساد مش شايف ان الناس دي ضد مؤسسات الدولة ليه بتأجيله بص يا سيد هو بيأجل انتظارا لنتائج التحققات التي تمت في الشكاوي المقدمة لللجنة الولمبية المصرية من عدد من الشخصيات في مقدمتها رئيس النادي الاهلي الكابتن محمود الخطير بيأجل عشان فيه شكاوي من نائب رئيس النادي الشرعي هاني العتال من عند مجلس الادارة الشرعي دكتور عبدالله جورج سعد ابن الرجل العظيم المحترم الزمالكاوي اللي خيره على نادي الزمالك جورج سعد وشكاوي اخرى من عمر الجنين الرئيس الالتحاد المصر لكرة القادمة محمد فاضل اسلجة الحكام الكابتن وجيها احمد كل الشكاوي دي تم التحقيق فيه وهو ما راحش او راح وكان قاعد في العربية ورجع في كلامه ما منزلش طيب نتائج التحقيق دي هتخلص وتتعرض على مين على مجلس ادارة اللجنة الولمبية المصرية لاتخاذ قرارها امام راجل سواء بقى كلام كويس ماش خد اجراءات مش كويسة يبقى القرار مش كويس طب المجلس ادارة اللجنة الولمبية الاجتماعه مفتوح يعني ايه يعني مجرد تقديم نتائج التحقيقات ينعقد مجلس ادارة اللجنة الولمبية ويتخذ قراراته ضد رئيس نادي الزمال التي يتوقع البعض ان تكون عنيفة ليه لانه لم يحترم المثاق الولمبي ولا لم يحترم اكواد او منظومة الاخلاقيات اللي موجودة في الاتحاد الدولي لكرة القدم وفي الاتحاد الدولي لكرة اليد او في شكوى رئيس اتحاد كرة اليد ده المهندس شام ناص نجم نادي الزمالك السابق والزمالكيه والاصير كل الناس بتنتمي لناديها لكنها في الاصل تحترم الاخلاقيات والسلوكيات ده عند المهندس شام ناصر ايضا ما قدم شكوى طيب هو لما انت شايف خلي بالكم من حاج انا الوحيد في مصر بفضل الله بفضل الله بفضل الله اللي روحت عملت تحوار مع مين مع المهندس ايوة ياسر ادريس وطلع قرار الحفظ من نيابة امن الدولة العليا لكل البلاغات التي قدمها رئيس نادي الزمالك فيما يختص بشأن خطابات لا اساسها لها من الصح والك بتسئل الدولة وبتعمل وتساوي قدم بها فبلاغ والنيابة امن الدولة العليا قررت حفظها قررت حفظها وبرجع اقول نفس الكلام تاني رغم انك انت عارف ان النيابة امن الدولة العليا قررت حفظها طيب لما انا عملت الحوار مع ياسر وجدت تاني يوم اللاجلة الولمبية المصرية طلعت بيان اكدت فيه على ان كل ما يقال في هذا الامر لأساسها لها من الصحة وانه كان محل تحقق في نيابة امن الدولة العليا قال لك لا انا هقول وهعمل وهسوي طيب انت النهاردة شايف ان فيه فساد في اللجلة الولمبية قدم بيه بلاغاء لكن لا يمكن ابدا السب والتطاول على شخصيات محترمة فيما كانت الدكتور حسن مصطفى العالمية ده رئيس الاتحاد الدولي لكرة الياد فيما كانت الكابت المحمود الخطيب الافريقية ده افضل لعب في افريقيا ده النهاردة رئيس جنوب افريقيا فرح ان المسلماني جي النادي الاهلي فالرجل طلع تكلم وشكر وتمنى التوفيق للمسلماني مع النادي اهلي وقال له انت في النادي الرائد في افريقيا في النادي الرائد في افريقيا فهذا الامر في قمة الخطورة في قمة الخطورة فكرة انك انت تتطول على ناس وتتجاوز في حق ناس وتبقى الاعلام عندك وسيلة لارهاب لارهاب كل من يختلف معك رغم مكانتهم الادبية الكبيرة ورغم عطاقهم لمصر ورغم عطاقهم في مجالاتهم المختلفة ورغم تشرفهم لاسم مصر على المستوى الدولي والاولومبي حد ذلك دكتور حسن مصطفى ده امر ما يجب ابدا ان يكون فهو قال لك انا اجلته وما قالش اجله الامت ليه؟ هيعمل بكرة اجتماع مع جروبات السوشيال ميديا العيال تتزبط وتتبسط وتطلع تشتر اه انا كلنا عارفين ايه الموضوع ويقعدوا يشتموا فينا ويتطولوا علينا ولا ما بقدمش بلغاتي قال اشتم كما تشاء جمهور الزمالك المحترم الواعي فاهم 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 ان لما بقول خبر بقول خبر بمعلومة مؤكدة لكن في حد يبقى مع الشتيمة والسب والقصف والافتراء على الناس ما حدش يبقى مع كده حبيب لكن يبقى مع الرياضة مع فرقة جورة مع نجاحات مميزة الفرقة مع اداء ممتع لمدرسة الفن والهندسة كده لكن ناد الزمالك تبقى قيمته ان هو الناس تقول ان احنا بنحافظ على المركز التاني ده كلام مش منطق طيب ده بالنسبة لتراجع رئيس ناد الزمالك عندنا بقى صدمة مجعة وانا بالنسبة لزعلان منها قوي لما شفت الموعيد وهي صدمة ترجمة نانسي قنقر